على كل حال خلونا بقى نروح من الرياضة للصناعة لأنه كتير من المرات اللي متكلم عن الاقتصاد ما نقدرش نفصل ملف الصناعة والمنجزات اللي ممكن تكون بتقدم لدعم الصناعة في مصر الصناعة هي واحد من التحديات اللي مصر قالت إنه إحنا قادرين عليها كل كلامنا عن الاستيراد والتصدير وإننا نقلل من الاستيراد لازم يبقى على حساب إننا نزيد من الصناعة اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة تصنيع لأجل الأمان الغذائي أو الأمن الغذائي الهيئة العربية للتصنيع النهاردة أعلنت عن إنتاج قطار سكة حديد مجهز لنقل الغلال القطار القصد منه الصورة اللي إحنا شايفينها هي نقل الغلال عشان سرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية نقلها لأماكن صوامع تخزين الغلال الأطرة عمل عشان يخدم منظومة موجودة بالفعل وهي إنه في صوامع للغلال موجودة في كل مكان في مصر تم إنشاءها في كل محافظات مصر طبعا والقطار الهدف منه إنه يخدم هذه الصوامع ويوصل لها بشكل سريع الهيئة العربية للتصنيع كمان قالت إن هي في فترة قريبة ستمد منظومة السكة الحديد بقطارات جديدة أو بـ 25 عربة كدفعة أولى ثم تتوالى إنتاج العربات إلى 50 عربة لاستكمال أسطور نقل الغلال ترجمة نانسي قنقر